السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونسيئات أعمالنا من يهده الله فلا من ضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نعبده ورسوله ما بعد لن نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي نبيين محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله إخواني عودة بعدنا القطاع عشر شهور دعي الشهر ممكن أو سنة وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى علينا رد الله سبحانه وتعالى إلينا الصلاة في المساجد وبعد ذلك رد إلينا الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة في المساجد وبعد ذلك إقامة المحاضرات في المساجد هذا والله من أكبر النعم النبي عليه الصلاة والسلام قال المسجد بيت كل تقي وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله قال ورجل قلبه معلق بالمساجد تغلق المساجد ولكن القلب يتحسر على عدم الصلاة في المسجد وإذا خرج من المسجد وهو في بيته وفي عمله قلبه لا زال في المسجد هذا يدل على قوة الإيمان في بيوت أذين الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه بيوت شو المقصود بيوته هو بيوت الله المساجد في هذه المساجد يجد الإنسان الراحة والطمأنينة والأمان والإيمان في هذه المساجد في بيوت الله سبحانه وتعالى يخرج الإنسان إلى عمله مع أهله ويجد سبحان الله يمكن الضيق والغضب والخلافات وقد يكون فيها سعادة أما يدخل الإنسان إلى المسجد فلا يجد إلا الراحة لماذا؟ لأن في المساجد ذكر الله في المساجد الصلاة في المساجد السلام على المؤمنين ولو يقرأ الإنسان سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله عنه ماذا يجد؟ إذا بحثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أين يبحثون عنه؟ في المساجد ما راح يروحون للمولات ولا يروحون الشواطئ ولا الكشتات ويدورون النبي عليه الصلاة والسلام يدورونه في المسجد إذا بمثلاً مو في المسجد عند زوجاته عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة واحد مثلاً لو يصير لخلاف مثل ما مرى علي بن نبي طالب رضي الله معنا زوجته ما لقى النبي عليه الصلاة والسلام في البيت وين راح؟ المسجد شوفوا مرجوحهم وين؟ المسجد يجلس في المسجد الراحة وين تكون؟ في المسجد أريحنا بها؟ يا بلال ما شعر بالألم والحسرة الحقيقية لما أغلقت المساجد إلا أهل المساجد ولا في ناس وايد مهامهم المسجد مفتوح المسجد مسكوك في جمعة ما في جمعة مهام ما المهم جنو المهم أن المولات تكون مفتوحة آخ ليش ما في سفر؟ ليش ما في سياحة في أوروبا؟ ملينا والله في ناس في دي بسبب الكورونا ملينا زهقنا طقت في شبودنا خلوا يفتحون المولات والمجمعات نبي نسافر نبي نروح تقول لها احمد ربك أنه أنت عندك لقمة العيش وياك أهلك عيالك عندك أمان الحمد لله بس زهقنا للمتة شنو للمتة؟ ما تتفكر فيما مر به الماظون يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزل شوف الكلمة هذه كلام الله عظيم بليغ وزلزلوا أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله شوفوا يصلون إلى مرحلة من يعني الشدة إلى أن يقولوا متى نصر الله طيب إحنا وصلنا إلى هذه المرحلة الحمد لله ما وصلنا يعني في خلينا نقول في عز الحضر الكلي والجزئي الحمد لله الجمعيات موجودة وتدخل الجمعية متروسة الجمعية صح الحمد لله صجعك في مواعين أنك مرة واحدة بالأسبوع تروح بس تدخل الجمعية الحمد لله متروسة والتوزيع الأكل وكذا الأمور طيبة نعم في مراض لكن الحمد لله فالمهم أن المسجد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا بيته كل تقي وإقامة المحاضرات والدروس وذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد ماذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام مجتمع قوم في بيته من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده وين تحصل الامتيازات هذه وين راح تحصلها هل تحصلها بعروض الكريسمس ولا بعروض السنة اليديدة في عروض لكن ما راح تحصل مثلاً يمكن تحصل عروض والله اشتر واحد الثاني مجاناً ولا خصم سبعين بالامنية خمس سبعين بالامنية صح والأغذية مثلاً والأجهزة الكهربائية لكن في أحد قال لك تعال عرض احنا راح نعطيك السكينة والطمأنينة وإنه يذكرك الله العرض هذا وين موجود في المسجد ومنت بس نهاية السنة طول العام طول العام رب العالمين يريد أن يتوب على عباده هذا لاك يبون يربحون ليش يسوي لك عرض يعني عشان سواد عيوننا يبون يربحون يبون مصلحتنا يعني يريد أن يربح من الأموال فمن يعمل الله سبحانه وتعالى نعم يأخذ فلوسك وبيربح يمكن يعطيك دينار بس يطلع منك عمية لكن رب العالمين العكس يقول لك سوا حسن يعطيك عشر حسنات مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثلة حبة كمثلة حبة أنبتت سبع سنابل وفي كل سملة ملة حبة بعد فيه ولا بس والله يضاعف من أميش وين تلقى هذا تلقى بالعروض الدنيا وين تلقى في المسجد تلقى في دين الله سبحانه وتعالى أين الغافلون خلاص لا هنا بالدنيا يبون يلعبون يشربون يرقصون يحتفلون لكن نقول أين المشمرون الذين يحبون الله والدار الآخرة يسعون لهذا الأمر وصلنا في تفسير الكلام الله سبحانه وتعالى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى صورة إبراهيم يعني في بعض الحلقات احنا خليناها بالانترنت فهذا الحين أول حلقة في المسجد بعد انقطاعه يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من صورة إبراهيم الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابٍ شَدِيدٍ الله في قراءة عندنا المعروفة قراءة حفص الله يعني الهاء تحتها كسرة ليش؟ لأنه تبع الآية لقبلها الآية لقبلها بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله وفي قراءة ثانية كذلك صحيحة الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض شون يعني الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض كل شيء ملك لله قل اللهم مالك الملك إذا أنت عندك ملك الله يملكك أنت عندك حقارات الله يملكها ليش أنت ملكك مو حقيق ودائم يعني ملك الملكك سنة سنتين عشر عشرين إلى أن تموت يروح ورث ولا تخسر ولا ينهدم ما مو دائم لك أما رب العالمين يملكه دائم قل لهم مالك الملك تؤتي الملكة شوف تؤتي يعني الملك يؤتيه الله سبحانه وتعالى للعد تؤتي الملكة من تشاء وتنزيع الملكة من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير طيب شو الفائدة أنا شو نستفيد اللي استفيد أني أنا إذا أردت أن أطلب أطلب من الله إذا سألت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس إذا سألت سأسألي الله وإذا استعنت فاستعن بالله حرام إحنا نطلب من الثانيين الأصل أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى كما عهد النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله تعالى ولبعد الصحابة والكلام لكل المسلمين وأن لا نسأل الناس شيئة لما يعني بايعهم على الإسلام وكذا 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 فمن الأشياء قال وأن لا نسأل الناس شيئة فيقول راوي الحديث وكان أحدنا إذا سقط صوته من على من أولا من أولا من راحلة نزل يعني يكون على البعير يعني نزلت البعير ترى مو سهل مو نسألت نزلت السيارة صعب نزلت البعير يعني ارتفاعها مترين متر ونص فلازم تنوغ البعير وتنزل وتأخذ العصايا وتشيلها فيقول هذا الصحابي يقول فكان أحدنا إذا سقط صوته طاح الصوت عصايته غرضه ما يقول حق ليمه وليسأل بك عطني بس العصايا لا لا أبد ما يطلب من أحد شيئا هو ينزل من نفسه مع أن ترى ما فيه شيء مو حرام مو حرام بس شلون يقولك لأن عهده إلينا النبي عليه الصلاة والسلام ألا نسأل الناس شيئة أنا من نفسي أخذ الماء أنا من نفسي أشيل الأقراض أضبط أموري يجوز سأطلب من غيرك الأشياء العالي يجوز ما فيه شيء لكن الأفضل قدر المستطاع تستغني عنهم طيب يقول الله سبحانه وتعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات السبع ما دام نشوف السماوات السبع لنشوفها تدامنا سماء الدنيا لا في فوق بعد سماوات ست سماوات المجموع سبع وما في الأرض شنو في الأرض وايض فيه أشياء فيه أشياء نعلمها وإشياء ما نعلمها نحن نعلم كل شيء والله يعلموا أنتم لا تعلمون نحن نساسينة الحين في الدراسات وأبحاث في البحار علماء البحار علماء الجيلوجيا واللماء الفضاء ترى كل الأشياء اللي يكتشفونها طيب ولا شيء من علم الله سبحانه وتعالى والله يعلموا وأنتم لا تعلمون وقال الله سبحانه وتعالى وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إلا قليل إلا قليل يعني يا إنسان لا تفرح فرحا يعني يؤدي بك إلى الفخر والكبر لما أنت تتسارس يكون عندي علم أنا والله عندي رسالة دكتوراه 700 صفحة 800 صفحة طيب وشنو هذا من العلم طيب قليل قليل ثم قال الله سبحانه وتعالى يهدد الكفار وويل للكافرين من عذاب شديد ويل يعني العذاب تهديد وعذاب شديد من الله سبحانه وتعالى ومن الأقوال أن الويل مقصود به واد في جهنم واد في جهنم يسيل فيه عصارة أهل النار ويعذبون في المطارق والحديد والنار والحرق وخلع الجلود طيب فتسيح دماؤهم ويسيح الصديد يتجمع ويل يقول الله سبحانه وتعالى ويلوا للكافرين من عذاب شديد يعني ترى الأمر موسهل ليس الأمر سهلا أن يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر هذا وراء حساب وعذاب شديد لمن كفر صح رب العالمين قال فمن شاء فاليؤمن ومن شاء فاليكفر لكن هذا ليس من باب يعطاء الخيار هل باب التهديد هل باب التهديد شلون يعني مثلا أنت تكون قائل حق عيالك مثلا في شيء معين لا تسمونه مثلا لحد يفتح باب الغرفة هذه يكونت عندك غرفة حاط فيها أغراضك الخاصة طيب الأثاث الخاص للضيوف أو عندك شغل وأبحاث مهمة أو راق مهمة لحد يفتح طيب فهييت ولا فاتحين للباب وداشين ومخربين شيء من أغراضك ف مرة تعطيهم مثلا ما نقول لهم كلام بالعظم تهددهم بعدين يقولوا خلاص اللي يبيدش خليدش طيب هل أنت هذا يعني أنت تأذن لهم قام تهددهم يعني هذا يعتبر اسلوب تهديد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هل معنات أن يجوز أن الإنسان يكفر بالله ما يجوز حرام الكافر خالد مخلط في نار جهنم لكن هذا من باب التهديد وويلوا الكافرين من عذاب شديد ماذا يفعلون هؤلاء الكفار ولماذا العذاب الشديد يقول الله سبحانه وتعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة فالصفة والصفة الأولى التي وصفهم الله تعالى بها أنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أي يقدمونها ويؤثرون عليها كما قال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى شون يعني يستحبون يعني أنا جدامي وظيفة وجدامي عبادة لا أنا أقدم الوظيفة على العبادة يمكن يقول لهم حق وحده عندنا وظيفة ممتازة حقك بس بشرط تقطين الحجاب تخلعين الحجاب إذا قبلت فهي استحبت الدنيا على الآخرة وإذا رفضت فقد فازت الفوز الحقيقي فالكفار يستحبون ليش أصوم وليش أزكي وليش يعني عبادة الله وحده لا لا يبون يعبدون الأصنام يبون يشربون الخمور ووعد البنات والسرقة والربا يبون على كيفهم هؤلاء الذين استحبون الحياة الدنيا على الآخرة وبعد ويصدون عن سبيل الله يعني يريدون أن يبعدوا الناس عن الإسلام وصدون عن سبيل الله كانت تذكرنا ما ذكرنا كذا سنة وهم ينهون عنه وينهون عنه يعني ذو مشكلتين ليس فقط هم يبتعدون عن طريق الحق لا وكذا هم كذلك يبعدون الناس عن طريق الحق عندنا مثل يقول لا يرحم ولا يخليه رحمة الله تنزل عليه طبعا خطأ ما حد يستطيع أن يمنع رحمة الله أو يقسمون رحمة ربك طيب يقول الله سبحانه وتعالى ورحمة وسعت كل شيء وقال نبي عليه الصلاة والسلام للرجل لقد تحجرت واسعا هل في أحد يستطيع أن يحجم رحمة الله لا والله ورحمة الله وسعت كل شيء لكن ممكن يعني إذا بتقول المثل هذا تقول هذا إنسان ما يرحم ولا يبيه رحمة الله تنزل على أحد لكن تقول ما يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل لا ما يجوز ما يجوز أن تقول والله أن هذا الإنسان ما يخلي رحمة الله إنسان في إنسان يمنع رحمة الله في مخلوق يمنع رحمة الله ما يسميه مستحيل فالمهم أن هؤلاء الكفار يصدون الناس عن طريق الله لا دير بالكم لا تسمعون كلامهم هذولي يقصون عليكم وبعدين يدخلونكم بتفجيرات وبأمن دولة ويخربون عليكم دنياكم ويخلونكم في تعاسة طيب في مرة يعني أحد الأشخاص من أوروبا يقول له ليش ما تصير مسلم لا الإسلام وكذا وكذا يذكرون مساوى الإسلام وهذا طبعا غير صحيح الإسلام فيه شرب للخمر والإسلام ما فيه الإسلام ما فيه شرب للخمر بالعكس عند المحرم عند النصارى اللي يلعبون طيحين خمر ومحرمات وعبادة أوثان طيب فيه ناس يشوهون دين الله سبحانه وتعالى فما المقصود يقول الله سبحانه وتعالى ويصدون عن هؤلاء كفار ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا معنى ويبغونها عواجا كما ذكر بعض العلماء أن يشويهون دين الله يقول لك الإسلام هذا دين إرهابيين شونا بالله دين إرهابيين تشوفوا شو نسوهوا هذولي في أمريكا فجروا برجين تشوفوا شو قام يسوهم بالإعراق طيب الشي الأول من اللي قام يسوي الأشياء هذه المسلمين والكفار جاي الثاني خلوا نقول مثلا أنها دولة مسلمين هذولة منحرفين لكن شنو نسبتهم إلى اليهود والنصارى والهندوس اللي يقتلون ويرهبون الناس شوفوا المذابح بالتاريخ شوفوا التاريخ شوف المذابح الأسبان للمسلمين شوف المذابح نفسه من الكفار اليهود والنصارى بينهم بين بعض المذابح اللي صارت طيب الحرب العالمية الأولى كم من الذين ذهبوا وقتلوا يلا بعد الإسلام الإسلام لا علاقة بحرب العالمية الأولى والثانية مساكين المسلمين فبس يشوهون دين الله سبحانه وتعالى ولا أهمة سبحان الله إذا بتتكلم عن الإرهاب عندهم الإرهاب تسوي كل شيء إلا المسلم ما يمارس الإسلام لا ممنوع تربي لحيتك وممنوع المرة تلبس الحجاب والنقاب ممنوع إذا تبند شيء مكان العمل ولا الدراسة تقطين الحجاب تقطين النقاب طيب هذا وين هذا وين موجود هذا موجود عندنا إحنا بالإسلام عندهم فمن الإرهابي إحنا ولا هما إرهابيين بالعكس والله إحنا كما قال الله سبحانه وتعالى وما رسلناك إلا رحمة للعالمين يأتي الإنسان يكون النبي عليه الصلاة والسلام أبغض الخلق إليه مجرد لما يسمع كلامه يشوف معاملته ينقلب 180 درجة فيصير أحب الناس إليه والقصص موجودة في السيرة النبوية يأتي واحد يكره النبي عليه الصلاة والسلام مدة يقتله بعدين يحبه ما صجك فيه أحد يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وشوف معاملته ما يحبه أكيد الإنسان المنصف يحبه ويموت فيه مثل ما نقول إحنا طيب فهؤلاء ماذا يفعلون ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجة أولئك في ضلال بعيد يعني مضايعين الطريج هم الذين أخطوا الطريق وليس المسلم الذي أخطى الطريق مسلم يعمل الله وحده فطرة هذه الفطرة هل الفطرة أن يكون الأب والأبن والروح القدس هذه فطرة هل الفطرة أن يحط له بقرة تكرمون ويعبدها ويتمسح فيها البقرة بقرة سبحان الله أو فأر أكرمكم الله ولا يعبدون عزيرا وقالت اليهود عزيرون بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم طبعا هم يلفون يدورون لا يقولون الكلام هذا وظاهيون قول الذين كفروا من قبل قتلهم الله أنا يؤفكون أنا يصرفون هم الذين يشويهون دين الإسلام ويقولون شوفوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما البنات وهذا شوفوا شوفوا أستغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم ما البنات يشوفوا متزوج عائشة وعمرها تسع سنوات طيب عفوا يعني النبي عليه الصلاة والسلام على زعمكم لو كان ما البنات أعوذوا بالله في الكلمة أطهر الخلق عليه الصلاة والسلام طيب كان من مكة هو بطايح لزواج لكنه في العيد المكة كم واحدة تزوج واحدة عنده ملو خديجة رضي الله تعالى أم المؤمنين خديجة بس وطبعا عائشة تزوجها آخر شيء آخر شيء في العهد المكة لكن دخل بها في المدينة طيب شلون هذا إنسان يحب النساء وكذا بس متزوج له وحده في مكة لما هاجر كم كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام عمره ثلاثة و خمسة سنة تقريبا ثلاثة و خمسة سنة أو ثلاثة و خمسة سنة طيب يعني هل إنسان يا جماعة يعيش مرحلة الشباب و عنده بس زوجة وحدة و أنا نقول ترى هذا راعي بنات استخدر الله العظيم وين العقل هل يقبل العقل هذا فهذه تهمة باطلة لما واحد يقول ترى النبي عليه الصلاة والسلام هو فقط للنساء و كذا نقول له تعال مرحلة الشباب كم صديقة عندها النبي عليه الصلاة والسلام بالحرام و العياذ و بالله ما فيه طيب بالحلال كم واحدة عنده بالحلال واحدة طيب فسبح الله شوفوا هؤلاء الكفار حتى ما يعطون نفسهم فرصة أن يفكرون و لك ممكن نبي عليه الصلاة والسلام تزوج آلاف النساء فهؤلاء يبغونها عوجة يشويهون دين الله سبحانه وتعالى انتم المسلمين عندكم صعوبة شنو هذا خمس مرات اليوم واحد يصال يا حبيبي الصلاة راحة ارحنا بها يا بلال واحد يضايقين مسجد يشوف الناس من مسجد تصلي و يرتاح يشرح صدر شنو هذا واحد يقعد ثلاثين يوم ما يأكل ولا يشرب يا حبيبي الناس اصلا تستانس عن المضان احنا الحين في الكويت لما تذكرون سنيني طافت رمضان لمكان شهر سبعة وثمانية بتقعد هنا عند الدريشة يدش عليك الواحي حرار خمسين زين بس نفرح بالصيام و ليه قال لك والله ترى بس بقى يومين ثلاثين واحد يضايق ان رمضان خلص طيب هل المسلمين قام يعانون من الصيام لا بالعكس فرحاني من الصيام طيب مو في ناس تصوم اثنين وخميس مو في ناس تصوم الايام بيض الايام بيض هاي طافت مو في ناس صايمتها كبار بالسن والله في ناس عرفهم كبار بالسن ويا سكر ويا امراض عمره ستين وسبعين سنة يصوم سؤال ليش هل قاموا فقام يعذب نفسه وليش يستمتع يستمتع بطاعة الله فأخبروهم ان المسلمين يستمتعون بطاعة الله تعرفون حديث اخوان الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجده حلاوة الايمان حلاوة الايمان شو معناته معناته في ناس ترميدي يقولون حلاوة الايمان يصلي وصوم يتصدق ويحج ويعتمر لكن ما يستمتع ان يكون الله ان يكون الله والرسول وحب اليه مما سواهما شوف يستمتع هذا حلاوة الايمان شون تدوقها حلاوة الايمان ان يكون احب شيء اليك الله ورسوله وان يحب المر لا يحبه الا الله وان يكره ان يعود في الكوف كان يكره ان يقذف في النار تشرك بالله فلان وعطيك مليون دينار ما ابد والله دقطني في النار ولا اشرك بالله فلان هاك عشرين الف واشرب ماي بنهار رمضان والله لو شنو ما اشرب ما افطر هذا اليوم عبادة وحبا هذا يدل على حب الله واقفلك عند بالمسجد بعطيك بيتين بس لا تدش ولا تصلي اليوم لا تصلي الفجر واعطيك بيتين بيت عبدالله السالم والثاني وين خيطان بالزهرة لا قال بالزهرة واحد عك فقارة واحد عك ضييب يوغو يقول لك بعطيك بيتين ثلاثة واحد بنزا واحد بنزا بس لا تصلي اليوم لا تصلي الفجر لا والله تعطيني مليون بيت راح اصلي اصلي شنون مؤمن ويترك الصلاة هاي يدول على ماذا ولم يتقتل اصلي حقا الرحيم وليوم من الدي مضي поступ المسلم ولا الكافر الكافر من اللي فيه تعاس المسلم ولا الكافر المسلم فيه تعاس فيه مسلم حقيقي فيه تعمافه شيخ الإسلام تيمية أحمد ابن عبد الحديم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى شيخ الإسلام أبو العباس قطوا بالسجن في سبيل الله قال ماذا يفعل عدائبي شنو يعني هذولي عدائي شن أبو يسمون فيني قال أنا جنتي هنا المسلم ترى وين ما يمشي الجنته وياه هو في سجن وهو في بيت وهو في مزرعة وهو في حديقة وهو في سوق جنته وياه شايله وياه في صدره قال سجني خلوة وقتلي شهادة ونفي سياحة بتصيده هذا والله ما تقدر تصيده هذا جنته وياه شون بتصيده بتضايق خلقه ما تقدر ضايق خلقه قال أنت إذا قتلتوني أنت تقتلون في سبيل الله فإن شاء الله أنا أكون شهيد ثم أنت تطردوني من ديرتي يعني النفي وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك شوف سبحان الله هلالكفار يقتلون المسلمين ويطردون ويسجنونهم قال تنفوني قال سياحة تمام متاس أروح أدعو إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد أخرى وأحضر عند العلماء في بلاد أخرى وسجني خلوة قال تقطوني بالسجن ممتاز خلوني ويا القرآن أقرأ كلام الله وأتدبر القرآن بس ست شون الراحة عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكون ذلك إلا للمؤمن بس المؤمن الصادق القوي فقط هذا اللي يكون عنده الأمور كلها خير لكن ضعيف الإيمان ولا سكوا المطار ابتلشنا ما ندري بننطرحنا يوم اليومعة يفتحون أو لا يفتحون ولا بيسوون حظر مرة ثانية يا ابو التطعيم حين احنا ما نبتلش بالتطعيم ولا بكورون يعني تلقاه دائما متشائم وضايق خلقه مع أن عنده كل شيء زوجته وعياله ومعاشه وخير عنده لكن سبحان الله الفقر جعله الله سبحانه وتعالى بين عيني لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس الغنية الحقيقة من اللي عنده غنى داخله تلقاه شو وظيفته طبعا عند الناس ولا شيء وظيفته هو فراش منظف يمشي بالشار ويخم لكن سبحان الله ما تشوفه إلا وهو يبتسم كم معاش هذا معاش يمكن 45 دينار وال80 دينار ويعطوني يمكن شهر ويطوفون خمسة شهور طيب ليش يبتسم هذا فهموني يا جماعة هذا الإنسان المغترب جاي من بلاد بعيدة يمكن من 3000 كيلومتر المسافة وعايش يني بروحه وما عنده ما يغتسل فيه وكذا أو صعب سؤال ليش يبتسم وليش تلقاه يصلي ويانا على طول ويحرص على صاد أكثر مننا يمكن وليش يبتسم لأنه في شيء يبتسم الله الله أعطى إياه وما أعطى كثير من الناس القناعة والرضى الداخلي والسعادة الحقيقية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاة في الغناء أزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض المسلمين ينتحرون يكون لا شكل يكون ضعف إيمان إذا كان طبعا المسلم إذا كان عاقل لأن بعضهم يمكن يكون عنده أمراض فالمرض يؤدي به الانتحار لكن المسلم ينتحر هذا يعني وصل لمرحة اليأس وصل لمرحة اليأس ما عنده إيمان حقيقي بالله سبحانه وتعالى وقوي مثل هذا الرجل اللي قتل نفسه في الحرب ليش؟ لأنه جرح ففي ناس لما تأتي المصابع يتفنش من وظيفته وما عنده أجار يتفعها الشهر وما يقدر يودي ولده المستشفى ولا يتفع حق الدول يقول أنا ليش أعيش أنا مقادر أن ولدي جدام يموت مقادر أنقذه خلا موت قبله قنات من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا ضعف الإيمان وهذا الشخص هذا أكيد بعيد عن الصلاة لو كان قريب من الله سبحانه وتعالى لحفظه الله لكنها ابتعد عن دين الله سبحانه وتعالى وابتعد عن القرآن والطاعة فوقع فيما حرم الله وإياك الله آمين 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 سبحانه وتعالى تفضل تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة